القودة الشاملة قبل أن نتحدث عن إدارة القودة الشاملة سنتحدث سنتحدث أولا عن مصطلح الجودة ونقصد بها درجة التمييز في المنتج نتيجة الوفاء من الطلبات المستفيدة القودة الشاملة يقصد بها الجهود المخططة الهادفة إلى الاستخدام الفعال للموارد سواء كانت بشرية أو موارد مادية من خلال الاهتمام بمدخلات وعمليات ومخرجات المنظومة التعليمية لاحظوا أن إدارة القودة الشاملة تستفيد من مفهوم إدارة النظر وتستخدمها على أساس أنها تحصل على القودة المنشودة إدارة القودة الشاملة هي أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد في معرفة تحسين الأداء تطور مفهوم القودة الشاملة يقال بأن؟ مفهوم القودة الشاملة في كثير من كتب الإدارة ومنها الكتاب المقرر إنه ظهر مثل هذا المصطلح قبل سبعة آلاف عام وخاصة في النقوش الفرعونية وفيه برضو إشارات في حضارة حامورابي إشارة للقوانين المنظمة للعمل والتي تعبر عن القودة لكن يعني مثل هذا المصطلح لم يحصل على الاهتمام إلا في المراحل الحديثة أي أن القانب العلمي في الاهتمام بالقودة يعود لمرحلة العشرينات من القرن الماضي عندنا برضو في التراث الإسلامي وفي دين الإسلامي إشارة إلى إتقان العمل كمطلب الشرعي إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه وورد مصطلح القودة بمعاني ليس بمعاني القودة وإن بمعاني تعبر عن القودة منها الإحسان ومنها الإتقان ومنها الصلاحية ومنها المهارة قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه وقوله تعالى في سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إذن هذه إشارات من القرآن الكريم التي تشير إلى السلوك الإسلامي المنضبط والذي يشير إلى معاني القودة سنتحدث برضو عن المفاهيم الأساسية لإدارة القودة الشاملة بشكل عام من ضمن هذه المفاهيم أول مفهوم يتمثل بأداء العمل بطريقة صحيحة من أول مرة ولهذا يعتبر هذا من المفاهيم بل من المبادئ الأساسية لإدارة القودة الشاملة أداء العمل بطريقة صحيحة من أول مرة المبدأ الثاني يتمثل بمشاركة يمع الأفراد بمعنى أنها تؤمن بالتعاون المبدأ الثالث يشير إلى التقلبة بمعنى أن القودة تحرس على أساس أنه تخفض التقلبة إلى الحد الأدنى مع المحافظة على قودة السلعة أو الخدمة أو النشاط المبدأ الرابع يتركز بالقودة من أقل الربح والمبدأ الخامس يشير إلى التميز التنافسي والمفهوم السادس يتناول الملكية والإدارة الذاتية ليس مطلوب منكم في هذه المفاهيم التوسح في أكثر من موردة في هذه النقاط وكما جاء في الكتاب هنا نتحدث عن مفاهيم إدارة القودة الشاملة القابلة للتطبيق في التعليم معرف أنها إدارة القودة الشاملة تم تطبيقها في كثير من مؤسسات تعليمية والمؤسسات أو البلدان التي تطبقت القودة في مؤسسات التعليمية حصلت على قودة في ممارستها وعلى قودة في مخرجاتها من ضمن هذه المفاهيم أنبه في البداية أن بعض المصطلحات ربما تأثرت بالمجالة التي نشأت القودة فالمصطلح القودة هو مصطلح اقتصادي يعني ظهر خارق مؤسسة التعليم وبالتالي كثير من المصطلحات ما زالت تحمل بعض المفاهيم في العلوم الأخرى لكن العمل أننا عندنا في المؤسسة التربية هم الشركة سواء كانوا شركة من داخل المؤسسة أو من خارق المؤسسة الشركة أو العمل عند داخل المؤسسة هو المعلم والمشرف ومدير المدرسة والطالب وكل من ينتسب إلى المؤسسة والشركة خارق المؤسسة هم الناس المستفيدين من مخرجات المؤسسات التعليمية ويتمثل في أولياء الأمور والمؤسسات المستفيدين من مخرجات المؤسسات التعليمية المفهوم الثاني يشار إلى القيمة المضافة دائماً في القودة يشار إلى القيمة المضافة بمعنى الفائدة التعليمية المضافة بعد كل خطوة من الخطوات يعني عندما تفكر بالقيمة المضافة التي تحدث عملية القودة تشعر بأن هذه هي القودة ولهذا في التعليم يتم وضع يعني اختبار قبلي قبل ممارسة الدورات التدريبية أو قبل دراسة المقررات الدراسية وبعد نهاية المقررات ونهاية الدورة يتم اختبار بعدي والفرق بين الاختبار القبلي والبعدي يسمى بالقيمة المضافة التي اكتسبها الدارس المتدرس المفهوم الثالث له علاقة بكسب رضا العملاء أو الشركاء سواء كانوا داخل المؤسسة أو خارجها بتقديم الخدمات والمنتقات عالية للقودة إذن مسألة كسب رضا العملاء سواء كانوا الشركاء الداخلين وخارجين مسألة مهمة ومفهوم أساسي في القودة المفهوم الرابع له علاقة بإتقان مفاهيم إدارة القودة الشاملة للوصول إلى التحسين المستمر للمنطقة وبالتالي إدارة القودة هي تسعى إلى التحسين المستمر وكلما عملت دورة في القودة تسعى إلى دورة أخرى تحقق من خلالها مستوى أعلى من القودة إدارة القودة الشاملة في المدرسة هي قوز لا تقزى من إدارة القودة في الإدارة التعليمية ومعروف أن المدرسة هي الإطارة التنظيمية أو الوحدة التنظيمية للإدارة التعليمية سواء كانت الإدارة التعليمية على مستوى الإدارة العامة للتربية والتعليم أو الإدارة العامة أو إدارة التربية والتعليم بالمحافظة إذن مسألة التنسيق بين الإدارة التعليمية وإدارة المدرسة مسألة مهمة ولا يمكن أن تحقق المدرسة قودة في ممارستها إلا إذا كانت الإدارة التعليمية مهيئة وملبئة لكل مطلبات هذه القودة سنتحدث عن فواعد تطبيق إدارة القودة الشاملة في المدارس في عدة فواعد من هذه الفواعد ضبط تطوير النظام الإداري الفائدة الثانية توفير جو من التفاهم والتعاون والفائدة الثالثة الارتقاء بمستوى الطلبة من جميع النواحي والفائدة الرابعة ضبط شكاوى الطلاب وأولياء الأمور والإقلال منها زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء للعاملين والوفاء بمطلبات الطلبة وأولياء أمور الطلاب بالإضافة إلى الفائدة الأخرى رفع مستوى وعياء الطلبة وأولياء الأمور تجاه المدرسة والاتزام بنظام القودة تطبيق نظام القودة يمنح الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف يعني المؤسسة أو المدرسة التي تحصل على القودة أو شهادة القودة تحصل على الاحترام وثقة المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلاب سنتطرق إلى خطوات تطبيق القودة وهذه الخطوات يتم تطبيقها بالترتيب وهي 6 خطوات أول خطوة من خطوات تطبيق القودة هي التعرف على الوضع القائم من خلال التعرف على الوضع القائم نتعرف على الإمكانية المختلفة وعلى ظروف المدرسة ومنسوبيها وطرق العمل وخطواته الخطوة الثانية تتمثل في وضع دليل وضع دليل للقودة وتوزيع على جميع العاملين وإتاحة الفرصة للدراسة أو تدوين الملاحظات لا يمكن يعني القيام بعملية تطبيق القودة إلا من خلال دليل ينظم القراءات والخطوات وكيفية المشاركة وكل منتسب وكل مشارك في عملية القودة ينبغي يكون على واعي بالمعايير والمؤشرات والخطوات والإقراءات التي ينبغي الوصل إليها وتحقيقها الخطوة الثالثة التنسيق مع إدارة التعليم وإطلاع المسؤولين على ما يتم إنجازه لاعتماد مسألة مهمة جداً باعتبر أن المدرسة هي المستوى الإقرائي للإدارة التعليمية وأي خطوة لتطبيق إدارة القودة ينبغي أن تكون بالتنسيق مع إدارة التربية التعليم بالمحافظة وإدارة العامل للتربية التعليم بالمنطقة على أساس تضمن الدعم شواء كان دعم مادي أو دعم برضو بالخبرات والكوادر التي تملك الإدارة التعليمية الخطوة الرابعة اختيار الأفراد وتشكيل فرق العمل يتم يعني توزيع أفراد منتصب المدرسة والشركات الداخلية يوفق فرق عمل كل فرقة تهتم بعمل معين كما يتم تشكيل فرق عمل للمراقعة الداخلية وفرق العمل للمراقعة الداخلية التي تقيم الواقع وتتعرف على عناصر الضعف والقوة في البيئة الداخلية وعلى الفرص والتحديات في البيئة الخارجية عادة تعمل ضمن محاور القودة يعني في التعليم العالي في 11 معيار للقودة يتم تشكيلياً لكل معيار من هذه المعايير ويتم يعني الدراسة أو قمع الوثائق والإحصائيات والدراسات والمقابلات وفقاً لكل معيار الخطوة السادسة والأخيرة وتتمثل بالبد بإحلال نظام القودة بدل النظام التقليدي يعني لا يتم تطبيق نظام القودة إلا بعد خمس خطوات يعني هو الخطوة السادسة يعني في الخطوة السادسة يتم إحلال نظام القودة الجديد بدل للنظام التقليدي السابق